اللقاح الصيني بيلاقي ترحيب من المواطنين المصريين ومن الأطباء المصريين الدول اللي أخدت بدأت تعمل أبحاث والدول اللي نوية تاخد بتشوف تأثير الفاكسين في الدول الأخرى وبالتالي بيزداد الطلب على اللقاح الصيني بكين منحت القاهرة ستمائة ألف جرعة من اللقاحات فيما اتفقت مصر على التعاون مع شركة سينوفاك الصينية لتصنيع لقاحها حكومة المصريين حكومة الصينية فيه بينهم تعاون مشترك بقالهم فترة طويلة شوية على المستوى الطبي وعلى المستوى الصحي فيه تعاون بدأ من بداية الأزمة نفسها وفيه تواصل مشترك سواء كان فيه خلال الأبحاث أو من خلال تداول المستلزمات الطبية وحاجات بالشكل ده شركات الأدويات الصينية تعمل في الوقت الحالي على توسيع خطوط انتاجها من اللقاحات لتلبية الطلب المحلي والعالمي مع تزايد إقبال الدول على استخدام اللقاحات كورونا الصينية تضاعف شركة سينوفاك من انتاجها كي تتمكن من توفير اللقاحات لشعوب العالم في أسرع وقت ممكن مستجاب عبدالله سيجيتين العربية القاهرة ترجمة نانسي قنقر